أقل من أسبوعين تفصل الجزائريين عن موعد تصويتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور المعدل الاستعدادات في البلاد تجري على قدم وساق بانتظار اليوم التاريخي وإذا كان نوفمبر من العام 1954 هو نوفمبر التحرير فنوفمبر القادم سيكون نوفمبر التغيير بحسب رؤية الحملة التي تروج للدستور المعدل طبعا لن أقرأ عليكم جميع التعديلات المقترحة في الدستور المستفتى عليه لكن أعطيكم فكرة عامة فلن يتمكن رئيس الجمهورية من الخوض أو حسب المسودة الجديدة من البقاء في منصبه لأكثر من عهدتين رئاسيتين متتاليتين منفصلتين أو متتاليتين هذا ينطبق على العهدة البرلمانية أيضا حددت باثنتين لكن يمكن للرئيس أن يعين نائبا له في هذا السياق أيضا في السابق كان رئيس الحكومة منسقا شكليا فقط لفريق العمل الوزري الآن في المسودة المطروحة الجديدة ستوسع صلاحياته التنفيذية هناك مسألة مهمة فيما يتعلق بالحراك الشعبي تم الدسترته في دباجة المسودة إلى جانب ثورة تحرير الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي باعتبارهما حدثين منفصلين مهمين في تاريخ البلاد لكن يبدو أن هذا التغيير لا يبدو كأنه أولوية كبيرة عند كثير من الجزائريين بل ودع البعض لتصويت بلاه على هذه التعديلات أخرون ذهبوا إلى مقاطعة الاستفتاء من أصلح سيد خالدي وزير الشباب والرياضة يعلم تماما بهذه الدعوات ولديه مضترح لمن لا يعجبه الوضع في البلاد وهو نقول لهم في أول نوفمبر أننا تسترنا بيان أول نوفمبر لأول مرة نقول لهم يوم أول نوفمبر أننا تسترنا بيان أول نوفمبر لأول مرة منذ الاستقلال وليه ما عجبوش الحال يبدو البلاد وليه ما عجبوش الحال يبدو البلاد إنهالت التعليقات على تصريحات الوزير غالبيتها الساحقة كانت منتقدة بشدة لهذه التصريحات حنفي يقول الجزائر ليست ملك أبيك أو أرثتها عن أجدادك كفاكم استفزازا للشعب ويجب على المسؤولين محاسبته على تصريحه تغريدة من سمندو سمندو هذه البلاد ماتوا عليها الشهداء تجي أنت تقول نبدلوها أما كناجة كنداجة فيقول مسؤولون فاشلون حتى نحخاخ لا يملكون حتى لغة الحوار فما بالك بتغيير تغريدة شريف يقول شريف في تغريدته يعني اللي يشد منصب يرجع يستفز في الشعب أين هي الجزائر الجديدة حسبنا الله ونعم الوكيل آخر تغريدا من محمد مرسيلي يقول خطاب استفزازي بامتياز من رجل مطلوب منه حل المشاكل مشاكل الرياضة الجزائرية وشبابها لكن الوزير أوضح بعد ذلك لوسائل إعلام المحلية طبعا بعض الضجة يقول الكلام الذي قلته كان موجها لمعارضي بيان أول نوفمبر ولم أقصد به معارضي تعديل الدستور يعني أول نوفمبر هو أول نداء وجهته جبة تحرير الوطني إلى الشعب الجزائري في عام 1954 ويعتبر الوثيقة الأولى التي أعلنت اندلاع الثورة ضد الاحتلال الفرنسي في العام ذاته شكرا لمشاهدتك تريندينغ سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها